بسم الله الرحمن الرحيم حبيبي وأعزائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بيكم وسهلا في درس جديد من دروس مادة المهارات المهنية هنبدأ مع بعضينا المحور الثاني الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة نبدأ مع بعض الدرس الأول في المحور الثاني الموضوع الأول وهو بعنوان الحفاظ على المدرسة هنبدأ مع بعضينا حبيبي أهداف الموضوع طبعا في نهاية الموضوع سيكون التلميس قادرا على أن يعد قائمة بالموارد المتاحة في المدرسة ويشرح كيفية الحفاظ عليها ده حاجة الحاجة الثانية يقترح أفكارا لإصلاح بعض الأشياء في المدرسة وصيانتها يعني يدي أفكار بأن ممكن نصلح بعض الأشياء في المدرسة وممكن نعمل لها نوع من الصيانة كمان يشجع زملائه في الفصل للمساعدة في الحفاظ على مدرسة ده بالنسبة لأهداف الموضوع الموضوع الأول نبدأ مع بعضينا الشرح السؤال هنا حبيبي لماذا يجب علينا الحفاظ على مدرستنا وكيف يمكننا القيام بذلك ليه إحنا المفروض علينا أن إحنا نحافظ على مدرستنا وإزاي إحنا نحافظ عليها طبعا حبيبي بيقول لي هنا إيه لنتعلم حافظ على بيئتك المدرسية طبعا بتهتم المدرسة بالتلاميذ عن طريق توفير التعليم يعني إحنا بنتعلم فين؟ بنتعلم في المدرسة مين اللي بيوفرنا التعليم الجيد؟ طبعا اللي بيوفرنا التعليم الجيد المدرسة وكمان المدرسة بتقدم الأنشطة المختلفة التي تجعل من التلاميذ أشخاصا أفضل يبقى المدرسة ليها دور مع مين؟ مع التلاميذ يبقى المدرسة بتهتم بالتلاميذ عن طريق توفير التعليم وكمان بتوفر له من الأنشطة المختلفة اللي بتجعل من هؤلاء التلاميذ أشخاصا أفضل المدارس بتحتوى على العديد من الموارد المختلفة لتساعد مين؟ لتساعد التلاميذ على التعلم عشان كده هوت المفروض إحنا يجب التعامل مع المدرسة ومواردها بعناية واحترام طيب إيه هو دور المدرسة في الحفاظ على مواردها؟ كيف إن إحنا نحافظ على الموارد بتاع المدرسة؟ وإيه هو دور المدرسة؟ في الحفاظ على موارد المدرسة نفسها دور المدرسة حبيبي تنظيف النوافذ باستمرار تنظيف النوافذ بإيه؟ باستمرار اتنين صيانة المراوح وتنظيفها للمحافظة على برودة الهواء طبعا الحاجات دي بتقوم بها إيه؟ بتقوم بيها المدرسة باستمرار لتنظيف النوافذ باستمرار صيانة المراوح وتنظيفها للمحافظة على درجة الهواء كمان تثبيت مسامير الأبواب المفككة بإحكام ممكن نلاقي تخت فيها مصمار مفكك بنعمل إيه؟ بنبعث مسؤول الصيانة بيرعمل إيه؟ يثبت المسامير بإحكام كمان الحرص على أن يكون أساس المدرسة مصنوعا من مواد متينة آخر حاجة حبيبي العمل على صيانة الأساس المدرسة باستمرار يعني في المدرسة الخصائي أو مشرف الصيانة بيقوم بصيانة الأساس المدرسة باستمرار ليه؟ للتأكد من عدم وجود أرجل كراسي أو طاولات متزعزعة أو مكسورة كمان حبيبي يجب المحافظة على أجهزة الكمبيوتر ليه؟ لأنها بتحتاج برامج مكافحة الفيروسات وتحديسات منتظمة لإبقاها قيد إيه؟ قيد التشغيل آخر حاجة حبيبي الاهتمام بالحبيقة الموجودة في المدرسة ليه؟ لأنها تحتاج إلى الريء والعناية كل الحاجات دي بتقوم بها إيه؟ المدرسة في الحفاظ على مواردها لأن طبعا المدرسة لها موارد كتير إيه هي الموارد اللي موجودة في المدرسة؟ عندك الأبواب التخوت أجهزة الكمبيوتر الحضائق اللي موجودة في المدرسة المراوح النوافذ كل دي موارد لمين؟ موارد داخل المدرسة طبعا زي ما المدرسة لها دور في الحفاظ على مواردها التلميذ أيضا ليهم دور في الحفاظ على موارد المدرسة نفسها طب إزاي؟ كيف؟ ما هو دور التلميذ في الحفاظ على موارد المدرسة؟ أول حاجة الحفاظ على الأساس المدرسي مش أنا كتلميذ أروح ماسك الكرسي اللي أنا قاعد عليه ولا التخت اللي أنا قاعد عليها وأكسرها ومش عارف فيه والحاجات اللي زي كده لا طبعا المفروض أعمل إيه؟ أحافظ على الأساس المدرسي وذلك بعدم خدشه أو الكتاب عليه أو ممكن فيه بعض الطلبة بتقوم بتكسره طبعا ده سلوك غير حضاري بالمر اثنين يجب استخدام أجهزة الكمبيوتر بعناية وعدم تناول الطعام أو الشراب القرب منها يعني أنا مش مثلا أنا شغال على الكمبيوتر كاتلميذ وأطلع ساندويتش أو ممكن أطلع إزاست المية وأشرب وأنا شغال على الكمبيوتر طبعا ممكن لو وقعت أي حاجة على الجهاز ممكن يعمل إيه؟ ممكن يتلف ويعمل إيه؟ ولا يصلح بعد كده يبقى إزا يجب استخدام أجهزة إيه؟ الكمبيوتر بعناية وعدم تناول الطعام أو الشراب القرب إيه منها ده دور كتلميذ دور كتلميذ في الحفاظ على موارد المدرسة كمان الحفاظ على الحديقة الموجودة في المدرسة لا أكتف الأزهار اللي موجودة في الحديقة ولا أقطع الفروع اللي موجودة فين في الأشجار وممكن كمان أعتني بيها ممكن أرويها كمان مع مين؟ مع العامل النظافة أو مسؤول الحديقة أي حد تمام؟ يبقى إحنا كده خدنا دور التلميذ في الحفاظ على موارد المدرسة اختلاف المواد طبعا بتختلف المواد اللي بيتكون منها كل مورد يعني إيه؟ يعني مثلا الحائط في عندي حائط ممكن يكون مصنوعة من الخشب وفي عندي حائط ممكن يكون مصنوعة من إيه؟ من الطوب يبقى إذن دي بقول عليه بتختلف المواد التي يتكون منها كل إيه؟ كل موارد المواد اللي بيتم استخدامها في صناعة الموارد هي التي تحدد كيفية استخدامها وصياناتها وإصلاحها زي ما قلت لكم على الحائط اللي هو إيه؟ الحائط اللي مصنوعة من الخشب مادة عشان أرجع زي ما كان في الأول غير المادة غير الحائط اللي هو مصنوعة من إيه؟ من الطوب أو من الحجر برضو هستخدم المواد مختلفة خالص عن الحائط المصنوعة من إيه؟ من الخشب طبعا لابد من معرفة المادة المصنوعة من هالشيء قبل ما حاولت إصلاحه مثلا إصلاح الحائط المصنوعة من الطوب أو الأحجار بيختلف عن إصلاح الأشياء المصنوعة من الخشب أو إيه؟ أو القمش فالحجر المكسور يتم إصلاحه بمعجون صح كده؟ طعا مخصص لذلك في حين لا يمكن استخدام نفس المعجون في إصلاح أرجل إيه؟ الطاولة الخشبية يبقى إيه زي؟ لابد من معرفة المادة المصنوعة منها إيه؟ أشيء وطبعا بتختلف المواد اللي بيتكون منها كل إيه؟ كل مورد طبعا هنا حبادي بيقول إيه ضع علامة صحة أمام ما يحتاج إلى إصلاح داخل فصلك داخل فصلك إنت شخصيا طيب هل تحتاج الشبابيك للدهين؟ إنت ممكن تقول إيه؟ نعم أو لا حسب رؤية الفصل بتاعك طيب تحتاج الطاولة لتثبيت أحد أرجلها؟ ممكن واحد يقول نعم أو ممكن واحد يقول إيه؟ لا ممكن واحد يقول صح أو إيه؟ أو يسيبها إحدى اللمبات اللي يتعمل وتحتاج للتغيير هل فعلا في فصلك إحدى اللمبات اللي يتعمل وتحتاج للتغيير لو موجود يبقى أعمل إيه صح لو مش موجود أقول له إيه أسيبها يوجد على الصبورة بعض الخدوش هل فعلا موجود على الصبورة عندك في الفصل خدوش لو فيه أعمل علامة إيه صح لو ما فيش خدوش على الصبورة أسيبها لنراجع ما الطرق التي يمكنك بها الحفاظ على مدرستك ايه هي الطرق اللي انا كتلميذ استطيع ان احافظ بها على مدرستي اول حاجة حبابي الحفاظ على الاساس المدرسي لازم ايه انا ابدأ بنفسي ان انا اعمل ايه احافظ على الاساس المدرسي بعدم خدشه او الكتاب عليه طيب حاجة تاني يجب استخدام اجهزة الكمبيوتر بكل عناية وحرص وعدم الكتابة او عدم استخدام جهاز الكمبيوتر وانا باكل او انا بشرب طيب الحفاظ على الحضيقة الموجودة في المدرسة عدم قطف الازهار عدم قطع ايه اه 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 اغصان الاشجار اه اه واحافظ على ايه على الحضيقة طيب ما الشعور الذي ستشعر به عند اصلاحك اصلاحك احد الاشياء او اعادة تدويرها يعني لو انا مثلا لقيت مثلا اه لقيت مثلا احد المناضط او احد او او اللي هو التختة يعني اللي انا بقعد عليها لقيت فيها مصمار عايز يتسبت وانا قمت وراح تسبدته طبعا ده شعور طبعا انا عن نفسي هشعر مشعور كويس وكون سعيد جدا ان انا اعادت اصلاح احد الاشياء اللي هي كانت ممكن تعمليه تتلف وضح الطريقة التي يمكنك بها اقناع اصدقائك بمساعدتك في اصلاح احد الاشياء في الفصل يعني انا ممكن اقول لاصحاب واصدقائي ان المدرسة دي دي مدرسة ملك للجميع ودي مدرستنا وده بيتنا الثاني والمعلمين اللي موجودين في المدرسة دولة مثل ابائنا وامهاتنا فطبعا لو حصل اي حاجة في البيت عندي انا بعمل ايه باقوم باصلاحها فبالتالي يجب علينا ان نقوم باصلاح بيتنا الثاني اللي هي ايه اللي هي مدرستنا نتعلم من خلال التطبيق انا سيف في الصف الخامس الابتدائي لاحظت ان باب الفصل يصدر صريرا يزعج التلاميذ يعني لما نيجي نقفل باب او نفتحه بيصدر ايه صريرا يعني صوت مزعج يزعج التلاميذ في اثناء التواجد داخل الفصل لذلك اجد ان اصلاحه شيء ضروري يعني سيف بيقول ان اصلاحه ده شيء ضروري وسادع زملائي لمساعدتي في تنفيذ خطة اصلاح باب الفصل الملاحظات الواجبت تدوينها لبدء عملية ايه التخطيط اول ملحوظة ايه هي ما المورد الذي سيتم صيانته او اصلاحه احنا هنصين ايه او هنصلح ايه ايه هو المورد طبعا ايه باب الفصل باب ايه الفصل ما سبب اختيار هذا المورد اقول له ايه ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل طبعا هذا الباب يصدر صريرا مزعجا بيصدر صوت مزعج ما الاجراءات التي يجب القيام بها لصيانة المورد او اصلاحه احنا نعمليه كتلاميذ اول حاجة يا حبيبي طبعا اول شيء يا حبيبي ابلاغ المعلم ان انا كمجموعة التلاميذ مع بعضنا هنبلغ المعلم ان هذا الباب يصدر صريرا مزعجا طيب تاني حاجة احضار الادوات اللي احنا هنشتغل بيها احضار ايه الادوات ثلاث حاجة العمل الجماعي العمل ايه الجماعي وليس الفردي يعني كل التلاميذ يشتركوا في اصلاح ايه اصلاح هذا الباب او هذا المورد ما الادوات والتجهيزات التي ستحتاج اليها في عملية الصيانة او الاصلاح ايه الادوات او التجهيزات اللي انت تحتاجها عشان تصين هذا الباب او تصلحه اول حاجة لازم يكون عندي مفك ومنشر وجاكوش وزيت اللي احنا ممكن نحطه في الباب عشان نعملش صوت وكمان عندي ايه لازم يكون عندي مسامير دي ايه هي الادوات والتجهيزات اللي نحتاجها فين في عملية الصيانة او الاصلاح مال الشخص الذي يمكنه مساعدتنا عن طريق تزويدنا بالمهارات والمعلومات اللازمة طبعا الشخص دوت اللي هو المعلم طبعا بكده حبيبي ننتهي من هذا الدرس الموضوع الاول اللي هو الحفاظ على المدرسة لو الفيديو عجبكم اعملوا اشتراك او سبسكرايب مع تفعيل زر الجرس اللي كي يصلكم كل جديد واعملوا مشاركة لاصدقائكم واصحابكم وحبيبكم عشان يستفادوا وبتمنى ان احنا لو فيه اي سؤال اي استفسار ابعتولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله واتمنى ان كنت تكون استفادتوا من هذا الدرس والى اللقاء حبيبي في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة